السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة عالم المكنسية نتمنى تكونوا على خير و يلقاكم هاد الفيديو في احسن احوال نديروا ان شاء الله هنا زيتون الشرمل و هو الوصفاد اليوم عندي هنا مزاود ديال الحار حارين فلفلة حمراء و فلفلة خضراء هادورا حارين بزاف كنقطعوهم دوائر صغيرة لهاد شكل بزرعة ديالهم كيبقوا عندي هنا شوية ديال الشيفلور اللي درت المغليان كاصرون هاد المغليانه و ارميت في هالشيفلور غير تبدل لون ديال الماء سافي كنصفه و كنخبو عليهم المبارد باش كيبقى محافظ عالتراوي دياله و كيبقاش الدراس عندي هنا عندي هنا ربعة ديال الحامضات كبار ممصير شادها الحامض خضر قطعتهم طريفة صغار و عندي هنا الملحة عندي كاس كبير ديال الحامض و عندي الماء باش غلنا القدوهات زيتون و عندي هنا خمسة كيلو ديال الزيتون اللحي اللي كان نشرطوها اما اما تشقوه تدربوه يعني بشي حاجة هكا راكم عارفين الطريقة اما كتفلحوه انا غي فلحتو و كتردوه هذا المول اللي كتو حاطين فيه عاوتاني لمدة يوم كامل عاوتاني تصفيوه عاوتاني تردوه البلاصة دياله انتو ما تقريبا شي ثلث ايام او لاربع ايام و كل مرة دقو ديك الزيتون و شوفوا واش حلات اولا بقى فيها المرورة لكن تشتو تحيد من هدك المرورة يعني هرها وجدات عندي هنا واحد تقريبا اربعة ديال خيزوه قطعتهم طوال بالقلب ديالهم و قطعتهم بهاد القطاعة هادي كي يجي المنظر زوين كي يجي بحل ديال المرشيات عندي كي يجي على هذا الشكل هذا و بعد ما قطعنا خيزو غادي نديرو كاسرونه كيف مادرنا لشفلور كاسرونه تكون غليال ما فيها اخزو غادي نشوفه و داكي عطي الله لصفورية سوف نصفوه من داك الماء و نخبيو عليه الماء بارد سوف يتغير اللون ديال الماء بارد و نصفوه و نصفوه و نتفوه علي و نبريه الماء بارد لكي يقبط راسو حيث اصلا الحامض يكمل طيب ديال الخيزو يطيب قاع الخضر ديال كي يطيب الحامض سأخذ المول كبير كمية كبيرة زيتون 5 كيلو زيتون نضيفه لها خزو نضيفه الحامض نضيفه الشفلور نضيفه نضيفه مزاود الحار سأكد لكم ان الحار سأخضر ونضيفه نضيفه كاس الحامض نضيفه زيتون ملح لا يوجد الملح نضيفه كمية مهمة ونضيفه زيتون ملح نضيفه نضيفه مكوينة كاملة نضيفه ثم نضيفه نضيفه كمية الملح نضيفه هذا الزيتون ونضيفه في جبانه او مول او اسطل يبقى فيه الزيتون من الأحسن نضيفه الزيتون ونضيفه 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 10 كيلو نضيفه 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 الزيتون ونضيفه نضيفه جليدات ونضيفه ثلاثة نضيفه ونستخدمه ثم نضيفه ونستهلكه ونبيه من الأحسن النصيحة من انتهزه ونستخدمه ونضيفه ونستخدمه لأنه لن تكون الصوفة او الفرارات تكون ضيضة لا تستعملوها في الزيتون نهائيا بالنسبة لذات هذا النوع الزيتون هذا من قبطه يكون قاسح الزيتون يكون قاسح وغليض نضيفه في أحسن سيل لا يمشي حاجة هكا صاشية او لا يمشي حسب الكمية نضيفه وضيفه لكي يخرج من هذا الماء ومن بعد نضيفه من هذا الماء نقبطه و نضيفه نضيفه قليلا بالزيت و نضيفه للفرارات نضيفه لا يبقى عاصي لا يبقى نضيفه كلّا مرة و مره قد اضيفه و تسعيله و تتحشير لطا سخونية أو مره شمش و تضيفه نضيفه حنا عن القسدره دياله الزيت العود الزيت البلدية بالنسبة للملحة لا يحتاج الملحة بالنسبة للملحة تستعمل كمية الملحة نضيف الملحة نضيف الملحة بالنسبة للملحة 3.5 كيلو الزيت حليته نضيف الملحة حليته نضيف الملحة لا يوجد تحليل الزيت الملحة زلافة المعدنوس خمسة الفصوص التومة الزعتر معلقة كبيرة القصبوريابس معلقة كبيرة فلفلة حلوة كامون معلقة كبيرة و هناك الهريسة معلقة كبيرة ستحرر قليلا عندما تحرر ستجد معلقة نضع على بركتي نخلط هذه العناصر كاملة و نضع هذه الزيتون أنا قدرت هنا ثلاثة كيلو ونص نضع فلفلة مقادير دعوني زيت الكمية تزيد في المكوين نضع اضع نضع فلفلة حلوة نضع هنا التومة التومة تبنن هذا الزيتون نضيف الكامون نضيف زيت نضيف زيت نضيف زيتون نضيف زيتون نضيف زيتون نضيف زيتون نضيف نضيف العناصر نضيف زيتون 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 الزيتون بالخصوص هذا المحمض يأكلوا مع هذه الخضيرة النيت طبيعي يحسن من الأسواق تكون فيها غير صودة يعني لك صودة صعبة للدات تجربوا هذا الزيتون إلى فرصة قادمة إن شاء الله